أكد الرئيس عبد الفتح السيسي أن مصر شهدت تحديات صعبة عقب 2011 إلا أنها نجحت في تخطي تلك التحديات والنجاح وضف رئيس السيسي في كلمته خلال القمة العالمية للحكومات أن التحديات التي واجهتها مصر كانت متوازية واستلزم الأمر مواجهتها في آن واحد التحدي الأولاني كان حالة التشرزم واليأس اللي جات موجودة عند المصريين طيب الحالة دي كان حلها إيه؟ طيب كان فيه معها تحديات أخرى عشان الكلام كله يبقى ماشي مع بعضه آه طبعا كان فيه عندي تحدي الطاقة تحدي الطاقة يعني إيه؟ يعني عندي كان عندي مشكلة كهرباء وعندي مشكلة غاز وعندي مشكلة بوتجاز طيب ده معناه إيه؟ معناه لما أجل أقولك أن أنا صرفت على أقطاع الكهرباء في مصر ما يقلب من واحد وثمانية من عشرة تريليون جنيه هو تقولي هو ما كانش فيه مشكلة الكهرباء لما حد من رأتي يعني المتابعين للشأن اللي عام في مصر قالك إيه؟ أنتوا صرفت فلوس كتير قوي في البنية الأساسية والمشروعات القومية طب هو أنا كان عندي فرصة وكلمت أنه قلت الوزير الكهرباء في ألفين أنا توليت المسؤولية في ألفين وربعة عشر قلت له أنت متصور أنك أنت السنة جاية الكهرباء دي ما تتحلش اللي بقالها سبعة سنين لو ما تحلتش البلد دي حتخربه الضيئة ترجمة نانسي قنقر